أهلاً بكم في محورنا الثالث والأخير الذي نعود فيه لملف محلي مرتبط لما يحدث في غطاء غزة وهو الجدل الذي ثار حول تصدير فواكه وخضار للاحتلال والتساؤل هل صدرنا ذلك أم لا؟ هل من عقود لتزويد سوق الاحتلال بخضار وفواكه أردنية؟ اتفاقيات بين التجار بمعنى هذا سؤال للطرح أيضاً المعلومات أو ما يتم تداوله يتحدث عن 17 تاجراً أقدموا على تصدير الخضروات والفواكه إلى الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة الحديث أيضاً أن هناك متورطين في غالبية مراكستر وتوريد الخضروات الموجودة في المملكة وهذه أحاديث وشائعات وردت على مواقع التواصل الاجتماعي ما نتحدث عنه على هذه الطاولة الليلة هو حقيقة ذلك صحيح غير صحيح وأرحب بأدوث الكرام حول هذا الموضوع المهندسة عبدالله الزبن رئيس جمعية المنتجية ومصدير الخضار لفواكه مساء الخيرس أهلاً بك أهلاً بك أيضاً أرحب بنقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه أستاذ سعدي أبوحمد مساء الخيرس سعدي أهلاً مرحب وأبدأ معك مهندسة عبدالله وأنا راح أستعرض الآن صور ومشاهد فيديو الحديث فيها أن هذه منتجات أردنية صدرت الاحتلال نستعرض زملاء الكرام وأسمع ردك أول شي بنا نقرأ الفاتح عن شهدائنا بغزة والأطفال اللي استشهدوا بغزة والعدو الصهيوني الخبر شبه صحيح وشبه غير صحيح ده مرحب كيف هي؟ بتعامل بتعامل بطلين عشان مواقف الأردن اللي داعمة لإخواننا بالضفة الغربية وبغزة فعليه ضغوطات خارجية اسمحني هذا الفيديو صحيح ولا غير صحيح؟ هاي قد دام جزء منه لأنه هذا المعبر الوحيد اللي استطادرات للشحن من الأردن لأوروبا فجزء منه لأنه أولا الشاحنات الأردنية ممنوع ممنوع تدخل على فلسطين المحتلة أنه دائما نقل باك تو باك دائما ممنوع أي شاحنة أردنية تدخل عليهم إلا باك تو باك هاي أول وحدة ثاني وحدة أنه مجموعة الصادرات الأردنية يعني هاي مش شاحنات أردنية أول أول ابتداء ابتداء هاي أول شغلة وعليها النمرة أردنية ممنوع بالقانون بالنظام ممنوع شاحنة أردنية تدخل الأراضي المحتلة ممنوع كامل يعني هاي مش أنت برأيك أنه هذا الفيديو ليس في تلقين في مغالطات يعني أنا بدي أساس الخبر أساس الخبر لهذا الخبر أنه أنه اللي طلع الخبر جريد صهيونية أنا سيدي بدون صح أنا الفيديو بحكة عن الفيديو أنا ما بحكة عن إعلام عبري أحبك عن جانب الإعلام عبري ما بيتعامل معاه هذا الفيديو برأيك أنه ليس في تلقين لأنه شاحناتنا لا تدخل أراضي في تلقين المحتلة أساسا قاطبة كويس كويس هاي أول هاي أول هذا غير صحيح ها هذا غير صحيح الفيديو المنتشر هالساعة غير صحيح خليني أكون معاك بالصورة أنه شاحنات الأردن بضمن الاتفاقات الدولية على معبر حيفا ثلاثة بالمئة من صادراتنا الأردنية كاملة هاي أول واحدة احنا ما أنت على مين حيفا عشان أفسر عشان أفسر وين أوصل للنقطة اللي أنت بتتفضل بها احنا شاحناتنا على معبر على الخارجية على معبر حيفا ما بتشكل ثلاثة ثلاثة وواحد بالمئة من الصادرات هاي أول واحد أنا بدي أستأذنك شغل مش فاهم عليك أنت بتقول لي شاحناتنا ما بدخل ما بدخل هاي واحد هاي واحدة نحطها نقطة 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 ميناء حيفا احنا منصدر فيه ثلاثة بالمئة من صادراتنا في الخضار الفواكه مش بالفواكه بالخضار خضار بس بس لأوروبا لأوروبا من حيفا لأنه عنا تسكير حدود مناطق الشمالية عن سوريا ما منصدر نعم فضل هاي هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة اللي عم تتداول عم تتداول أنه فيه طريقة عملية البيع والمشترة بآلية البيع والمشترة خلينيها باجي البيع والشراء بخلي بس أنا أسمع رأيك وستساعد تتفقر تتفقر اليوم احنا فيه شاحنات دخلناها على غزة هذا أمر مختلف نعم عشان نتفق من معبر كرم ومسالم هذا موضوع آخر أم بحكي عن الشاحنات هاي الحديث فيها أن ما تحملوا من خضروات وفواكه صدرها للاحتلال هلأ موضوع أنه فيه صادرات خضار وفواكه للأراضي المحتلة نعم فيه تصدير للأراضي المحتلة لكن لإسرائيل يعني أكيد هلأ فيه نعم فيه صادرات خلينا نحكي بشفافية وموضوع أرجوك طبعا النقطة الثانية هلأ موضوع النقل والشاحنات هاي أتوقع أنه بس إلا شاحنات المصدرة بأي صنف أنه زي ما تفضل أخونا أبو شاكر بيصير فيه باك تو باك على الحدود أو على المعبر بداية أول شي إحنا كنقابة وكأرضاء هي عامة أنه إحنا نعلن دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة ونستنكر هذا العدوان الغاشب من قبل الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة موضوع الصادرات إحنا كنقابة بنرفضه جملة وتفصيل أنت اليوم أنت النقيب بتقول لي نعم هناك صادرات نعم هاي الصورة تؤكد ذلك صح؟ نعم صحيح هاي صحيح الصورة نعم صحيح ويسو بس التعليق على الصورة هذا ليس أردو هذا مجموعة من التجار أسمعنا بأسمع منك فضل شوف إحنا نحكي بوضوح بشافافية أنت بكل بوضوح هناك تصدير لخضار وفواكن الاحتلال لكن هذا التصدير هو عمل فردي من مجموعة من الأشخاص كم واحد؟ لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وأنا مسؤول عن كلامي اللي بقوم بالتصدير لا يتجاوز؟ أصابع الخمس تجار خمس تجار؟ بالكثير معارفين هم أنتو؟ لا خليني نحكي بواقعية في منهم تاجر أو 2 أردنيين والباقي من عرب 48 يجوا هون فتحوا مؤسسات ويقوموا بعملية التصدير ثلاثة من عرب 48 و 2 أردنيين؟ توقع نعم هي نعم تفضل مهندس عبدالله أنا بالنسبة إلي للصورة لأنه الصورة غير واقعية لأنه بعض هاي مش واقعية؟ لا للسبب هلين أعطيك السبب أنه في عندك بالأردن الباكنج الكرتون أنه هذا معدلة تصدير لأوروبا الاسم اللي عليه لا يعني أنه هو هذا التاجر اللي هو صدر يعني في مغالطة أنا هذا مصدر لأوروبا؟ ما هو هيا هيك طريق تشحن سيدي الأستاذ السعدي بيقول لك لا نحن بنصدر في خمس تجار في الأردن أنا ما قلت لك ما بنصدر انت قلتلي لا انت قلتلي اليوم أنا ما بصدر أنا النسبة إذا بدك تحسب نسبة تناسب التصدير الأردن لا إسرائيل فهي معدومة بس هي عملت مشكلة للضغط على القرارات الأردنية هذا اللي بعم بحاول أني أبين لك أنا بترجعك جوابني جواب واضح الشاحنات اتفكتوا لاثنين هذه الشاحنات غير صحيحة غير صحيحة خلصت من موضوع الساحل إجينا معلش يا سيدي سبحلي إجينا على موضوع التصدير إنت قلت لي إحنا ما بنصدر المهندس الأستاذ سعدي بيقول لك لا إحنا في عنا خمس تجار ثلاثة من عارة ثمانيو أربعين واثنين أردنيين بيصدروا خضروات وفواكه للاحتلال فواكه أولا بالأردن فواكه ما في فواكه تصدر خضار يا سيدي الموضوع الثاني بنصدر خضار للاحتلال أو لا لا أنا بالنسبة إلي أنا بالنسبة إلي أعضائك جمعية منتجي ومصدرين خضار لفواكه ما في ولا شخص فيهم بيقدر يصدر طب مين الخمسة إذا ما مش عباء عندك ولا عندك سيدي عباء يا سيدي خلينا نعرف شان تعرف أليه تلبيع أليه تلبيع بالمزاد العناني بالأسواق الجملة طيب فما إلك دخل أنت مين هو اللي عم بشتري البضاعة ماشي ممكن أن نشتريها من عرب الثمانيو أربعين زي ما تفضل الأخ بس بقول لي في شركات هون شركاتهم هون نعم شركاتهم مسجري هون نعم هاي وين ما اخترخيصها سيدي خلينا نكون واضحين وأوضح من هيك خلينا نكون أوضح عاطيني شو هو وضوح آه أنت قبل قبل الأحداث كان فيه تجارة فيه تجارة صحيح بعد الأحداث أيوة وقف إلى حد ما يعني أنت بتقدر تقول 98% التزام من الأردنيين عدم التصدير فيه 2-3% آه صدروا بس كيف صدروا أنه هل هل اللي نعمل بالسوشيل ميديا وطلع للناس هل هو بوكسي بوكسي أنا أمدأ أقول لك شابي صدرنا بوكسي صدرنا بوكسي صدرنا بوكسي أخذتوا ضدهم إجراء طيب سوال آه إحنا أخذنا إجراء بالجمعية يعني معرفين أنا بعرف واحد بعرف واحد وفصلته من الجمعية واحد وفصل واحد وكان فعلياً مفصول من الجمعية لأنه ما سدد اشتراكاته وأنا طلعت بياناً طبعاً كيف بصدر إذا عندي أنا ما إله علاقة بي ما إله علاقة بالجمعية أنه يأخذ ما بيأخذ أي موافقات من الجمعية والجمعية ما إله بالموافقات بالتصدية كويس تصدر سيدي إحنا الكلام الواضح بوصلنا إلى النتائج اللي بدنا إياها أرجوك وأنت شفاف جداً وأشكرك على ذلك النقطة الأولى إحنا كموضوع التجار في خمس تجار أو أربعة من ضمنهم تاجر أنا عندي عضو في نقابة تجار المصدرين الخضار الفواكه إحنا نقابة أصحاب عمل نقابة الأصحاب العمل ليس لها قيود على منتسبية مش مثل النقابات المهنية وليس كل من يمارس مهنة تصدير الخضار الفواكه شرط أن يكون عضو في النقابة الانتساب للنقابات اختياري وبالتالي أنت لا يجوز أو ما فيه في النظام الداخلي طبعاً إحنا هذا لا يعني أنه إحنا نعطيه مبرر للتصدير إحنا كنقابة نرفض هذا الإجراء رفضه قطعياً أنت بتقولي فيه واحد عضو عندك شو عملت فيه؟ هلأ إحنا بالنسبة أنه كنظام داخلي لا يجوز أو ما فيه مادة من النظام الداخلي تسعفني أني أتخذ أي إجراء بحق هذا الشخص بالرغم أنه قبل يومين نزل أو طلع على أحد الإذاعات واعتذر وأنه كان مضلل في موضوع كما يدعي أنه كان مضلل في موضوع التصدير وأخذ قرار بوقف التصدير باقي التجار مش أعضاء إحنا القصة مش قصة أنه عضو في نقابة ولا عضو في جمعية إحنا بدنا نناقش موضوع عشان نتفك أنا وإياك فضل وين المشكلة في الموضوع هنا؟ دا عندي مشكلة أكبر وأهم من كل تعليمات سيدي لا يا جمع نشكلي أنه الترويج أن الأردن يصدر الترويج ما هو من يريد أن يسيء لنا كثر إحنا نحكي بطريقة إحنا في بداية الحديث قلنا هذا الإجراء فردي ويتحمل مسؤوليته كل من يقوم بهذا العمل وإحنا هذا العمل بالنسبة أنه مشين ومرفوض جملة وتفصيلا لكن طب ليش ما حكيتوا عنهم الأربعة بالعلن؟ إحنا طلعنا قرار فصل حكينا بالعلن وبرشنا قبل ما يصير الأحداث طلعنا بيان من جمعية المنتجين ومصدر الخضار فواكه أنه ممنوع التصدير من أعضاء الجامعية للعدو الصهيوني طلعنا قبل الأحداث هذه كلها كاملة وأي واحد قبل ما يطلع قبل ما يطلع قبل ما يطلع أي إشي والبيان عندي عندي البيان موجود يعني إحنا طلعنا كانت نظرتنا وأربعة خمسة ما التزموا ما عنا هم هم مو عضاء مش عضاء عندنا مو عضاء أنا أنا اللي أنا عم بدي أحكي لك يا واللي حد أحب أبينه إن عشان مواقفنا السياسية إن مع الضفة الغربية ومع أخواننا بغزة عم بطلع علينا السوشال ميديا اليهودية اللي عم تلعب وبيتطلع إنه الأردن يعني كسر الحصار هي عم تصدر في جزء مصدر أنا معك في جزء بسيط بصدر بس مش الأردنيين مع مع التصدير الأردنيين كلهم ضد التصدير ومع قرارات الحكومة بدعم إخواننا بغزة ودعم إخواننا في الضفة الغربية بس إحنا مش مكفين الأربع بصدروا اليوم هذا واضح يا سيدي إذا يعني إنت إذا تحكي أولا التعليمات بتسمح لأي واحد يصدر هذا النظام اللي إنت بتقدر تشتغل فيه إنت ما إلك سلطة عليه السلطة هو الواعز واعزه الداخلي واعزه الأخلاقي آه نحن يكون واعز هو على رأسه الصدر يعني وزارة الزراعة ما تقدر تمنعه ولا الناس تقدر يمنعه إلا ضميره الداخلي طيب صحيح شهر سعلي إحنا بالنسبة لتعليمات إنت بيقولي فيه واحد عندكم عضو غير مسدد لا لا مسدد اللي عندنا عندنا عضو فعال هو عنده مش مسدد على أساس أنه نفسه العضو على فكرة مشترك بيه هو واحد آه إلا بالنسبة أنه إحنا أوضحت لك أنه كنظام كنقابة ما فيه إشي بيسعف أنه أنا أخذ إجراء ضده وإحنا كمان ما بدنا نقزم أنه موضوع هذا الموضوع أنه هل هو منتسب لنقابة أو لجمعية وشو الإجراء اللي ضده إحنا خلينا نفكر بنعالج هذا الموضوع بطريقة اللي إحنا نرفع الحرج عنه هذا لا شك أنه هذا موضوع التصدير إلى الكيان هذا موضوع بسبب أراقئنا خلينا نحكيه وصار الإنسان يعني للأسف أنه دورنا كشعب أردني تضامننا بالعكس إحنا مش متضامنين مع القضية الفلسطينية إحنا أصحاب قضية وبالتالي هذا الموضوع يعني سبب إحراج فيه أخطاء فيه أخطاء لكن من ناحية قانونية هل أنت بتقدر تمنعه أنه يتمارس هذا الموضوع كميات تقريبية؟ خلينا أنا أقول لك أو أوضح بعدين بحكي لك شو الكمية هل إحنا بنقدر كإجراءات أو كنقابات أو جمعيات نمنع أي جهة إنها تصدر؟ لا طب ريك طب فيه معاهدة سلام وفيه تبادل تجاري هذا بمنعك إنك تأخذ أي إجراء ضده كويس فهمت علي؟ كيف أنت بدك تأخذ إجراء ضد شخص بمارس تحت مضلة قانون والدولة بتسمح له وبالتالي هذا الأمر يعني للأسف إنه إحنا بدنا نفكر بطريقة إنه كافة الأطراف إنه نصل لحل وعلاج إنه إحنا نوقف الصادرات إنت بتقولي هذا الأردن يعتذر صح؟ نعم وغور الربيه وفق دعائه كما يدعي كما يدعي وأنا سؤالي إليك اليوم قديش الكميات اللي صدرناها منذ بداية الأزمة حتى اللهذا عندك رقم شوف إحنا ك لصراحة أنا موضوع لو قلت لي صادرات لأي دولة بعطك إيها بالتفصيل لكن عدم اهتمامنا في هذا الموضوع أو مش اهتمامنا عدم موضوع الرؤية أمامنا ما في رؤية قديش صادراتنا لكن مش كميات كبيرة يعني هو الرقم محفوظ الرقم محفوظ بالإحصائيات ثلاثة بالمئة صادراتنا عن طريق حيث ما دخل هاي إلاي ما بلاحك في هذا الموقف أنت بتقول لي تعرفتو فيه تاجر وفك ثلاثة غيره من الثمانية وأربعين هذول بصدروا للإحتلال مش بصدروا عحيفا خانس قد اطلع حيفا يا سبيدي هذا أنا ما جزأت لك يا كله هي؟ أنا قلت لك أنا قلت لك بتصدر عن كيفة هاي موضوع آخر هاي ممكن أنها تأخذ كل التصدير للضفة الغربية فيه ادعاءات مثلا كمان على على السوشال ميديا أنه هذول بصدروا للضفة الغربية هم فعليا ما بصدروا للضفة الغربية بروحوا لفلسطين كمان فيه مخاربطة فيه كمان 500 طن بندورة ما فيه 500 طن بندورة حسب ما تم نشره أنه فيه 500 طن بالأسبوع يعني ما يعادل 70 طن بندورة باليوم هذا وارد؟ وارد يعني أنا إحصائيات الأرقام هاي وارد نعم الأرقام هاي كمان مشكوك في أمرها ليش؟ لأنه مثلا ما إنت أهيب أقول لك وارد عندي أنا شركات أنا عندي شركات إلهب بصناعة الكرتون ونحط اسمها إنها مصدرة لإسرائيل وهي ما كانت مصدرة لإسرائيل هي باعة كرتون للسوق المحلي يعني هذا الكرتون اللي بنجاب لازم يتصدر لأوروبا انت كتب وتصدر لإسرائيل في مغالطات إحنا كنا نصدر 1300 طن بالشهر صح وين؟ لإسرائيل لا ولا يمكن سيدي إحنا ولا يمكن خلينا نحكي شو صادراتنا بالأردن كقطاع زراعي وخلينا بعد إذنك أبو شاكر نوضح الأمور لأنه هيك إحنا منصلي 1300 أرقام وزارة زراعة سيدي سيدي خلينا أنا أحكي معك كان إنه سوق لبنان من سوق سوري كل هاي الصادرات توقفت أصبح الإنتاج المحلي صار للسوق المحلي في موسم مواد الأردن الآن في السنوات الماضية كان يصير فيه هبات هبات للتصدير للدولة أو للأراضي المحتلة هاي الصادرات كانت طائفة جدا وحسب الطلب خلينا نحكي بصراحة فيه أصناف ما كانت تستقبلها وفيه أصناف تستقبلها كمادة الخيار فقط لا غير محصورة ولا تتجاوز المئة الطون يومي هذا في بالأيام اللي قبل الأحداث هلأ صار صار في بعض الأسواق صار فيه تفضيل للمنتج الأردني وصار فيه تصدير أصناف أخرى مثل البندورة دخلت على الخط وما كان يأخذ منها في السنوات الماضية بالإضافة إلى صنف الكوسة هلأ إحنا هذا الموضوع لا يتجاوز المئتين طون حسب علمي لكن 1300 طن كميات كبيرة جدا ما أتوقع أنه السوق اليوم توقف التصدير صحيح هلأ نحكي هلأ نحكي بوضوع سعدي يعني إحنا مثلا التصدير العدو الصهيوني أول كان مربوط أنهم يأخذوا إجازة استيراد إحنا ما نصدر على كيفنا هم يأخذوا إجازة استيراد هذا قبل الأحداث أخذوا إجازة استيراد كانوا يأخذوا بعد الأحداث ما عندي علم بس اللي أنا متوقعه أنه بس الخمسة اللي عم بتداولوا هم بسيطين اللي عم عم بيشتغلوا هاي وصارت شو آه السوشال ميديا عليها بس أنا قراري لسه أنا واقف أنه لقراراتي اللي أخذتها الحكومة واخذتها جلالة الملك أنه دعم أهل غزة ودعم أهل الضفة الغربية فضامن الشعب معه اليهود عم بيطلعوا دعايات جزء تسعين بالمئة فين هكذا شان يكسروا الحصر اللي عليهم الموجود أنا بقدر أوصل لك شغلة أنه حتى الأردنيين أي دولة عم تتعامل مع الدولة الصهيونية في عليها مقاطعة وفي كذا شركات أو كذا محلات بالأردن سكرت مقابل مقاطعة الأهالي أو المواطنين لهذا الشغل فضل رسالي اليوم برأيك توقف اليوم لا لغاية الآن أحنا خلينا نحكي بصراحة بوضوح أرجوك نحن نتمنى أن نكون في وقف للتصدير للأراضي المحتلة لأنه هذا فعل منافي لموقفنا الشعبي والرسمي نعم إجاه أهلنا في غزة لكن دالي وبالتالي لا لغاية الآن في تصدير في تصدير نعم ليش صارت مشكلة طيب أخوي سعدي التجار اللي يأجوا على السوق العرض بدهم يشتروا في ضاعة أنه الأهالي والناس منعوهم وصارت مشكلة كبيرة عليها نعم صارت مشكلة كبيرة عليها وهذا قبل فترة أنه الأردنيين ما بدهم بس الأردنيين ما بقدروا يحكموا على الكل بالنزاهة وبالإيمان المطلق يعني اعلنوا عن الخمسة اللي بيشتغلوا معهم عشان بالمرة الخمسة هذول ما حد يشتري لهم ما حد يبيع لهم ما هو أهالية البيع سيدي سيدي ما هو أنا فاهمك أهالية البيع لأنه أهالية البيع ما هو هاي هاي اللازم تنشرح للناس أهالية البيع المزارع ما إلو دخل فيها والتاجر ما منتهم مزارع يا سيدي لا يا سيدي مش اتهاء إذا فيه سمسار بشتري لتاجر في الاحتلال بدي أعرفه صح يا سيد ساعد و الأنطان نعم نعم نحن كموقفنا واضح كجمعية واضح موقف الجمعية و موقف النقابة واضح واضح يعني أشخاص لا زالوا يصدروا للاحتلال وفق ما أوردتهم أنا ما عندي ونية وقف في واحد اللي يوقف في واحد ضايل أربعة أو ثلاثة أنا بالنسبة إلي ولا عندي أي عضو يا سيدي أنا اليوم مش كلتي عضو أنا اليوم ليست أزمتي أزمتي و عضو جمعية ولا عضو نقابة أنا أزمتي اليوم أن هناك فعل يخالف سياسة الدولة والرغبة الشعبية في تصدير الاحتلال أنا عندي نقطتين وهذا يسيء لنا جميعا ومن غير المقبول أن نسمح لأي كان أن يسيء لنا لأن هناك من يريد أن يشوه صورتنا ويتحدث عننا بطريقة غير مقبول بذلك هاي الأشخاص منبوذة غير مقبول تصرفها عليها أن تتعامل بوضوح وعليكم كشف أسماؤهم للجميع حتى اليوم كل أردن يعرف أنه في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عم بيخالفوا التوجه الدولة والتوجه الشعبي فيها يا سيدي لأ شان الملاحظة هاي احنا مش صاحبين القرار احنا مش صاحبين أنا ما قلت لك أنت صاحب قرار أنا قلت لك اكشف من إحنا عم نحارب أنت لست صاحب قرار أنت صاحب قرار بكشف من زي ما إحنا منفرض عضلاتنا يمين وشمال على شغلات ثاني نفرض عضلاتنا فهاي لازم أحكي بوضوح أنا لازم أنا بحكي هون عنكم لا 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 أنت يا سيدي أنت بتعرف مين التجار اللي بش تغل job أنا لا لا كيف ما بتعرف أنا أنا لا أنا لا انه ما الا بالعملية للتصديق انت تقول لي عرفنا واحد كيف أنا عرفة واحد مغير مسدد اللي انذكر مو سيدي إنت عرفة واحد لا تأخذني من الاحديث يعني إني إشان أبين أوضح حالي أنا عرفنا عن واحد طلع مش مسدد عندي طيب أنا ما عن بحكب مش مسدد ابس عندك او فصلته ماشي يعني أنا لا إلي بالتصدير مع النقابة وعوق فإن صح ذلك سيدي بدي أنك تسعفني بالقانون إذا أنا بقول ممنوع صدر هذا سيدي اليوم أنا بدي أرجوك اليوم ما تطلب مني أسفة القانون في طارطة الوحيد ما بعد أعرف يمكننا أن نبحث عن القوانين أخي الكريم نفسه مريضة فلنشف للناس سيدي فلنشف للناس لا لا احكي اسمه احكوا أسماءهم اللي بيصدر خضار للاحتلال اليوم للاحتلال اليوم للأراضي المحتلة في فلسطين النقابة وإنتوا سيدو أنا لا أحكي فصلتوا فضل فضل بعض الأسماء تم نشرها على الموضف مفهوم سيدي نحن نتأكيد منكم حتى ما نظلم حتى نحن بتقول لي في واحد متراجع في واحد اعتذر في واحد قال أنا خطيت كتب كتاب رسم بس أنا عم بدافع عن واحد أنه ما إله بالتصدير ونحط اسمه بالتصدير ما هذا بتوضيح سيدي ونحن زي هذا هذه المعادلة هي ذاتها معادلة المقاطعة قطعنا يمين الشمال يا سيدي إشي وطني وإشي مش محلي وإشي محلي بطلنا نعرف هذه الشائعات تحتاجها إضاحة أنا عندي مؤسسة الجبالي مؤسسة الجبالي ما إلا بالتصدير ولا صدرت أي شيء أنا بقول لك أرجوك أصدر بيانات رسمية مش عنديها أصدرنا أصدرنا سيدي فضل سيدي وحفظة 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 لكل من يارد اسمه اليوم خلينا نحكي بنس دقيقة أرجوك في الموضوع إحنا قضيتنا مش قضية إنه مين وليش أو عضو ومش عضو إحنا قضيتنا الآن في تصدير وصار في تصدير أنا في أخطاء الخطاء المتراكم مع كل أطراف أو حلقات القطاع خلينا نعترف إحنا لابد إنه يكون الوازع الديني والوازع الوطني والوازع الإنساني كفيل إنه نوقف هذا العمل من كافة الحلقات وبالتالي لكل أخ خلينا نحكي إحنا مش محل دفاع عن شخص أنا معه اللي أخطط واعترف بخطأ ووقف إحنا معاه إحنا اليوم بنطالب ووقفت خلينا نحكي خلينا نعترف سيدي هذا اللي كان بيع ووقف أنا معاتل إذا سمعت أبو شاكر بتوقيف أي لسان إحنا إحنا هاي الناس اللي باعت واللي كانت تتبيع برضو واللي تسوق والمنتج والوسيط والتاجر هاي فيه ناس يعني خلينا نحكي بصراحة وقفت عن البيع وفيه ناس ما زالت مستمرة أنا معه إحنا إحنا بنتمنى من الكل سيدي معا إغلب المسطحة الوطنية إنه يوقف المطلوب وقف التصدير واليوم فيه عامل ضغط شعبي وفيه موقف دولة يساند عامل الضغط الشعبي شفوهم وكل ممشي إحنا كجمعية مصدرين ما إنا دخل بهذا بهذا الموضوع إحنا أغلبية أعضائنا مصدرين لأوروبا مش مصدرين لأوروبا أنا بالآخر اليوم لحظة الشغلة يا سيدي أنا بديش أقزم الموضوع أرجوكم إحنا كجمعية أنا يا سيدي وهنت سعب الله أرجوك أنا يا سيدي ما تبري أنا مجاعد ليه ماكي سيدي أرجوك أنا نقل تكتولوجيا أنا مش تصدير أنا لا أتهم أحدا أنتم أطراف على علم ودراية بمن يصدر ومن لا يصدر نحن ندعوكم اليوم بالتشارك في هذا الإطار وإصدار ما هو واضح بأن هناك جهات محددة قد تخدم على التصدير وهذا مرفوض وهذا يكفينا يعني آقل تكتبئ أشكركم قبل الجلسة بس إذا سمعت إذا سمعت إذا سمعت إذا سمعت أخي محمد بعجال أرجوك ما عندي وقت الموضوع الموضوع يتطلب مننا الوقوف بصف واحد من كافة بالتأكيد بالتأكيد حتى أنه إحنا نقدر قدر الإمكان ونحن نقف معكم هذا العمل ونحن نقف معكم اللي أساء لكل الأردنيين لأنه نساء أصار تصورة الأردن نعم فرقش مع إيشي ثاني الكل خلينا نحكي ونعترف الكل أخطأ خلينا نفتح صفحة جديدة يا سيدي إحنا بنا نعرف هذا العمل سيدي إحنا فيه أخطأ ووقف على عيني وراسي اللي أخطأ ومستمرة فيه خطأ بدك تحكي منه عشان أقدر أنا كشعب وكدولة أتعامل معها أشكركم كل الشكر نعرضين إحنا إحنا متفقين يا سيدي متفقين أشكركم كل الشكر محمد الله فالسعدي أنا وقت نتهى يعني كمان نشكر يعني الوضع الوضع إحنا لازم نكون دعمين للقرارات اللي تأخذها الدولة سيدي محنا شو نسوي بس فيه كمان إعلام عالي ضد ضد الدولة الأردنية وين يا سيدي هذا إسرائيل عم بطلع يا سيدي إحنا إسرائيل ضدنا عم بطلع عنا إحنا ضده طب ما إحنا وقفهم بس هو عم بطلعه يعني شو السبب سيدي شو السبب أنه يطلع هذا النبأ من جريدة إسرائيلية وضحت هذا الفيديو غلط وهذه الصورة صح هذا ممكن لأوروبا هذا مشكلة فيه تصدير في ذلك كلنا فيه تصدير فيه أبعد فيه أبعد النظرة أبعد من هذا النظرة الأبعد هي أننا اليوم الدولة الأردنية موقفها واضح الشعب الأردني موقفه واضح تجار الأردن بمؤسساتهم الرسمية كجمعية وكنقابة موقفها واضح إذن في 2-3-4 بدهم يشوهوا صورة الأردن وشوهوا صورة خطاعة تجاري انتهى الموضوع بدنا هذول الأربع بدنا نعرفهم عشان نوقف وهذا دوركم مش دورنا مهم الوضوع مو أعضاء عندي أنا مو أعضاء عندي واني أكون سيدي أنا بقول بلاش اليوم نحكي أعضاء عندي ومش أعضاء عندي اليوم أنا مسؤول بوحدة الصف كاملا كل التجار والجمعيات وكل من يعمل في هذا الإطار حتى وزارة الزراعة والمزارعين كله معني عشان يعرف كيف يتصرف بداي شكرا وكل شكرا وكل شكرا